اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن العلاقة البحرينية الإماراتية ماضية نحو المزيد من الازدهار والتطور في ظل اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله ورعاهما مبين السمو هو أن توجيهاتهما السديدة ماضية نحو مواصلة العمل الإنساني في توفير مختلف أشكال الرعاية للمواطنين في البلدين الشقيقين جاء ذلك بمناسبة حفل الزواج الجماعي الحادي عشر الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للاحتفاء بتزويج 1200 شاب وشابة وذلك بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة بمقر جامعة البحرين بالسخير حيث يعد هذا الاحتفال الأكبر الذي يقام في مملكة البحرين كما حضر الاحتفال سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وأشاد سموه بعمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعبا مثمنا جهود مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية لدعم ومساندة الشباب البحرينية مبينا سموه أن إقامة هذا الحفل الكبير يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن مملكة البحرين ودولة الإمارات بلد واحد وشعب واحد كما قدم سموه خالص التهاني والتبركات إلى العرسان المشاركين في هذا الحفل داعيا المولى عز وجل أن يبارك لهم وأن يرزقهم الدرية الصالحة ويوفقهم لبناء أسرهم السعيدة المستقرة التي تسودها الرحمة والمودة والحب والاحترام وبهذه المناسبة تقدم السيد محمد الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والامتنان لقيادتي البلدين الشقيقين على الدعم والرعاية المتواصلة لحفل الزواج الجماعي في مملكة البحرين تعبيرا عن متانة الأواصل الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا مواصلة دعم الشباب في مملكة البحرين من المقبلين على الزواج من خلال مبادرة الأعراس الجماعية التي هي جزء من ثقافة الخير والعطاء حيث وصل العدد الإجمالي إلى 8126 مستفيد ومن جانبه توجه سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على حرص جلالته بتقديم مختلف أنواع الرعاية لأبناء البحرين والعمل على أن يحظى الجميع بالحياة الكريمة كما توجه بالشكر والعرفان إلى سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دعم سموه الكريم لهذا الحفل المبارك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية ترجمة نانسي قنقر